دلوقتي الواحد اهم هو بينط ومعه تسكرة ومعه دعوته وكل دول ممكن يكون معهم تذاكر انا يعني مش قادر اتهمهم وبصوا حضرات كل واحد دي ممكن تقعبوا واحد يوقع على الله يقدر يحصل له حاجة زي اللي حصل لولادنا لابننا اللي في احدى المدارس وقع مات على السيخ الحديد قادي البوابات من بره شكلها حلوة وزي الفل من هنا ما فيش حاجة خالص في اوروبا والدول المتقدمة لحد قبل المباراة عشر دقايق بتكون بتكون المدرجات فاضية ونقول ايه ده الملعب ده ايه ده الملعب فاضي ده ينفيش حد فجأة تبدأ المباراة ما تلاقيش ولا ولا كورسي فاضي بيجي ترك بيحطوا التسكرة بتاتفضل عدي يلا اتفتش خش على البوابة كده وولاد كلهم صغيرين خلي بالكم مش مشاغبين ده الولد واخد الزمارة والولد راح يشجع مش مشاغبين خلي بال حضراتكم وانا راهينكم معظمهم عام تذاكر بس هو البقى بتقف سوق تنظيم لا فالكم نافعة ولا آآ بالكم نافعة ولا اي حاجة وبالدور ويعني ده معاد ده فوراة ومكتوب عليه مصر هيعمل ايه اهو ولد زي اهو كله ده مباراة ده مباراة كان عندها لقطات لبعض المشاطة الافريقية في دول يعني اه احدث مننا بكتير حوارها لكم وناس وتلاقي من دول اللي المهندس وتلاقي من دول اللي المحاسب وتلاقي من دول اللي بيشتغل وتلاقي وكله عايز وانا لو موجود حامل كده ما عايز ادخل فانا حاوريكم صورة دلوقتي لاحد نجوم مصر الكبار بيعمل زيه بالزبط اي تنظيم اي تنظيم بنسقط في كل الاختبارات فوضى عارمة كل الاختبارات بنسقط فيها اختبارات التنظيمية واختبارات الكروية والاختبارات الفنية والاختبارات الادارية اي تنظيم شوفوا اسمها ايه الدورات بتاعت سي ومش عارف ايه تعالوا شوفوا بتتعامل ازاي? في يومين? وطلس او اخد الشهادة. لدرجة انه بعد الدولة العربية بترفض انها تعترف بيها. ولما اتكلم كده بيطلع اخوانا الاعزائز ويقول انت ازاي? وانت بتهاجم تحت ما بها جامش. انا عايز اطلع مدرب مؤهل. ده تنظيم ده? ده تنظيم وفي ناس يعني متعافش التنط وفي عيال صغيرين ههم مش عارفين يعملوا ايه? وفي اب معاه ابنه هيعمل ايه? هيعلم ابنه ايه? قال له يا ابن انا تعبت وانا انا جبتلك التذكرة. بس الباب اتقفل. الباب اتقفل. فيش باب بتقفل على ناس ما عادت اذاكر في العالم كله. مفيش كده. وما فيش مشجع في العالم مع اوش تذكرة بيروحش مباراة بيروح مباراة في اوروبا. مفيش. يروح يدور ايش امشي معنا تذكرة كده يشتريه بقى من السودة ملاقاش خلاص يمشي. وما فيش واحد مع اوش تصريح عربية يقف قدام الناس ويضطر الامن انه يدخلو عشان ما يقفش طريقة. هيلي اقول له ليف وارجع تاني منين لانه مفيش طريق انه يرجع منه. ما تصممش على كده. بصوا يعيني اللي ولاد. وبقول لك انا اكاد اجزم لكم انه كل اللي بينطوا دول معهم تذاكر. بس ده. مش عارف تنظم ماتش. مالكو تقاس تنظم كاس عالم ازاي. مش عارف تفتح بوابات. مش عارف تعمل بوابات الكترونية ده مين اللي بينط ده? فرجوا. في المقصورة. مين اللي بينط? شوفوا كده. كابتن مجدى عبدالغاني. نجم مصره وهدف مصره ونجم النادي الاهلي وزمننا الاعلامي. كابتن مجدى عبدالغاني. عايز يخش هيعمل ايه? نط من فوق الصور. بقول لكم لو انا ما كانوا هعمل زيه. ايه رأيكم? اهو. نط اهو. الناس بتساعدوا ايدك يا عم. تعالى. يلا بينا. اتفضل. هل ده مقبول? هل ده معقول? تاني وتالت وعشر بنعدها لكم. عشان نشوف الدنيا شكلها ايه? مين اللي يقول كده? بقى امرت ايه? هل ده كلام يا جماعة? هل ده مقبول? ازاي? نا لسه حنه حنشتغل شغل اه خمسين سنة. خمسين سنة ايه? شغل اهو. ليه. اشتركوا في القناة